الغرب يطلب فقط تطبيق القرار 1701 بحزافير أو هناك أبعد من هذا الموضوع هذه الزيارات هي بإطار المتابعة لدينا جبهة كبيرة في لبنان وفيه يونيفيل وفيه دول ومصالح دول كبرى ولكن بالغالب هؤلاء المفدين ينقلون رسائل أمريكية وإسرائيلية بجزء منها تهديد للبنان وطرح أفكار من نوع المنطقة العازلة بجنوب صح يلي رفضها تماما حزب الله مش رفضها هي بتعمل مشكلة كبيرة شو يعني مين هن المقاوم بجنوب شو يعني إخراج المقاوم من جنوب يعني أعطيكي مثل على هالشهد الشباب اللي عم يستشهدوا بالقرى الأمامية ما هو ولاد الضيع 90% ولاد الضيع ممكن يكون فيه شاب من لبقاع شاب من بيروت شاب من الضاح أصدق ولاد القرى الحدودية الجنوب مين هنه ولاد حزب الله اللي عم بيقاتلوا اليوم ما هنه ابن عيتا وابن ماس وابن بليدة وابن مرجعيون أو هنه أنا ابن عمي اللي استشهد بعيتا هو مقيم بالضيع وبيشتغل عادي في مزارع أو عنده شغل خاص وبس تصير المعركة بيروح بيقاتل الإسرائيل فهذا يعني مواطن لبناني مثل أي حرس شعبي ومقاومة شعبية مثل اللي بسويسرا يعني لأنه بيعيش وبيزرع وبيعيش بضيعته الحدودية وبعدين لما بصير فيه مخاطر واعتداء إسرائيلي بيحمل البندقية وبيروح بيقاتل شو يعني يخرج المقاوم من الجنوب يعني يخرج أهل الجنوب من الجنوب هذه دونها مشكل كبير ما حدا بيقبل فيها هلأ تطبيق 1701 نحن من عنا نعتبر أنه نحن معتداء علينا لا يزال عنا مزارع شبعة محتلية تلال كفرشوبة الجزء الشمالي من قرية الغجر و13 نقطة متحفظ عليها تنسحب إسرائيل من هاودي وترجع إلى الخطوط الدولية وبعتقد الأمور يعني بعد فيها توقف اعتداءاتها بعتقد أنه ساعتها لوحدة 1700 وواحد بالطبع يعني يعرفت نحن بموقع رد الفعل ولسنا بموقع أنه نحن والله حطين دبابات وفاتين نشتاح إسرائيل لوحدنا ما فيه واقع أنه هذه دولة إجرامية دولة مجرمة محتلة مدعومة من ثلاثة ربع العالم عم تعتدي علينا مش من اليوم من 48 فاللي بيجي على لبنان بده يعمل حل يبلش من إسرائيل ليه ما بتكون المنطقة العزلة بشي 2-3 كيلوماتر بإسرائيل المحتلة يلي عم ينقل أنه هني خايفانين يرجعوا على بيوتهم لأنه ما بدوا يصير فيهم مثل ما صار بغلاف غزة صحيح وفرقة الردوان تحديداً نعم حكيوا بهذه النقطة ونقل هذا الكلام لوزير خارجية شو فرقة الردوان؟ هي جزء من تشكلات المقاومة أكيد بس هني يعني تسموا بالأسماء من قبل الإسرائيليين بالحديث مع الغربيين قيل بعض من هذا الكلام لوزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب بجولة الأوروبية أنه انسحاب الردوان من الجنوب يعني أنه لا يتواجد حزب الله بجنوب الليطاني أن يكون بشمال الليطاني ويصير فيه تطبيق بالتزام تام للـ 1701 طي يقدروا المستوطنين الإسرائيليين يرجعوا؟ هلأ هذه مش وظيفة المقاومة بلبنان يعني أنه تأمن أمن أنه والله يجوا المستوطنين ولكن الإسرائيلي عم يشتغل على ما بعد حرب غزة والترتيبات شمال لبنان شمال فلسطين المحتلة شمال إسرائيل الترتيبات هي نابعة من أنه المستوطنين يعني عدده 150 ألف تقريبا عم يضغطوا وهني ألا مهجرين بقلب 48 وعم يضغطوا على الحكومة بأنه نحن ما رح نرجع إلا إذا نسحب حزب الله من الجنوب هذا برأيي بنعمله ترتيب إذا نجح المسار السياسي نحن أمام مسارين بالجنوب المسار الأول وهو وارد ولكنه ليس حتمي هو أن الإسرائيل تكمل بغزة وتؤدي إلى مزيد من التدمير والقتل والتهجير والوصول بلحظة معينة تنزرك المقاوم بغزة وهذا ممكن يوسع المشكلة هذا أول خيار أنه نحن نبادر ونرفع سقف المشكل بالتوازي مع ما يجري في غزة ولأنه طلع بوضوح سمحت السيد قال ممنوع القضاء على المقاومة ممنوع تهجير غزة دون هذين الأمرين نحن بيبقى في موضوع الاعتداء على الجنوب والمدنية دون هذه الخطوط الحمراء الثلاث نحن هلأد مستوى جبهة المساند هاي أول خيار متوقع خيار الثاني اللي لتلك يا قبل شوية أنه هن يعملوا حفلين فيه شينهار نوع الصبح نلاقيهن هن عاملين حفلة قصف هذي الهجوم الاستباقي اللي أنت عبدال عنه مش الهجوم هن فيه هجومات يومية بس أنه هذه الحرب الاستباقية نلاقيهن هن عاملين حفلة قصف على مراكز المقاومة بلبنان وهذه بتفتح مشكل كمان هاي اتنين فيه الخيار الثالث هو السياسي يلي لما حالنا رئيس حكومة تصريف العمال الباري السياسي بمعنى أنه الاتصالات الدولية والإقليمية الأمريكان والإيراني وحزب الله والقوى الإقليمية المهتمة يعني السعودية ومصر والفرنسيين والتركية وإيران وفرنسا وفرنسا يطلعوا بصياغ الترتيب ما يعد تعريف الـ 1701 بما يؤدي إلى استعادة حقوق لبنان وتأمين الأمن على الحدود لمرحلة طويلة هيدا وارد للسياسي ولكن الحروب هي شو هي فشل السياسة يعني لما الحرب توقع بتكون فشلة السياسي بأنها تعمل اتفاق بغزة كنا بهدنة بآخر يوم بالتبادل كان عندهم بعد سبع نسوان مدنية حماس والاتفاق عشر نسوان فهموا قالوا لهم ما عنا عشر نسوان مدنية قالوا لهم بلى عندكم المجندات المجندات قالوا لهم لا هوا عسكر عسكر جبناهم من مواقع عسكرية ومش مدنية مرحن بادي لو مش مدنية فبدكم نعطيكم هؤلاء السبعة ومنعطيكم ثلاث يعني جتتان مع الرجل بيهم للجوزة وبيها ما قبلوا فلما فشلت تفاوض رجعت الحمل العسكري بما هو أعتى يعني مش بما هو أعتى ما تقوم به إسرائيل اليوم جريمي متمادي بحق الإنسان يعني سقط سبعمائة شهيد بنهار واحد كل يوم سبعمائة ألف يعني أول ما سقطت ونحن اللي عم يعلن عنه في ناس بعدها تحت الردم لهلا غزة شو غزة جويس أرض منبسطة ساحل يعني كيف ساحل الجنوب أو هون يعني ساحل وما في تلال ومغاور يعني منبسطة مثل الصحن ونزلين فيها بأعتى الصواريخ الأمريكي شفنا أنواع صواريخ وهلا لا الأسوأ شو بيطلع للك واحد بيقلك مازالكم عارفينهم هيك ليه بتحركشوا فيهم إنه إذا الشعوب هيك بدأت تصيغ مستقبلة وهيك بدأت تصيغ مصائرة وهيك بدأت تصيغ كرامتها وحقوقها يعني توفقنا يعني بس في ناس بلبنان من لما نقطع الأرجوان بيبيعوا كرامتهم ما عندهم مشكلة مع الأسف يعني من لما نقطع الأرجوان من شيء ألفين سنين يبطل فيه أرجوان يعني مش بس بلبنان حتى بالمنطق وحتى عند العرب يعني حتى ما نحمل اللبنانيين أكتر بالعكس في بلبنان فيه كرامة عد كل العالم العربي يعني بس في بعض اللبنانيين والعرب والمسلمين بيديروا دينة ما لأسف يعني بيشوفوا أنه هاي نظرية كلمة مين جوز أمي بيلو يا عمي أنه عارفين هل قد مجرمين اللي عم تحركشوا فيهم هيك الناس بتصيغ حياتها الجزائر 130 سنة محتلة لو بدون يفكروا هيك كانوا بعضهم محتلين لليوم دول تاني فيتنام دول تجارب شعوب يعني بالعالم إذا بدون يفكروا مثل هذا المنطق أنه والله عارفينهم ما تحركش هذا ده مش هيك مصائر الشعوب ولا هيك يعني ولا كيف الشعب الفلسطيني صمد بدمه الشعب الفلسطيني وأنا هون بعد شوية بدي أعمل إشارة صغيرة بدأ أسألك عن موضوع كمان مهم الشعب الفلسطيني سألوا عن بيقاتل 100 سنة مش من اليوم من قبل النكبة عن بيقاتل من 1918 بلش يحس من لما فلوا العثمانيين أنه في مشروع إزاحته من بلده بالعشرين بلش الانتفاضات وحدة عشرين إجا تشيرشل من مصر كان وزير المستعمرات قبل ما يعمل رئيس حكومي يعني إجا من مصر على الإدس واجتمع مع الزعماء المقدسيين لأنه صار فيه بالإدس انتفاضة بسبب قيام اليهود بعيد الفصح بإجراءات تدل على سيادي يهودية على المسجد الأقصى على الحائط الغاربي بالمسجد الأقصى هاي سنت لأبس عمية وواحدة وعشرين بسموها انتفاضة باب النبي موسى في عدة أبواب للمسجد الأقصى بسموها انتفاضة باب النبي موسى ومن يوم عم بيقاتل عم بيقاتل كيف بقي شخصية الشعب الفلسطيني ووطنيته كلنا بالمنطقة نحن عنا ناقص بالهوية الوطنية بسبب تجربتنا الفاشلة وبسبب أنه التجربة الوطنية اللي نشأت بعد سايكس بيكو فشلت إلا الشعب الفلسطيني عملت له هاي النكبة هوية وعمل له دمه وإصراره على القتال عمل له هوية هلأ أكتر هوية ناجزة وطنية بالمنطقة من بعد سايكس بيكو هي هوية الفلسطينية المقاوم يعني نطلع العراء انفجر من جوه الدمر السورية انفجرت من جوه الدمرت ولبنان انفجر من جوه الدمر الهوية السورية والعراقية واللبنانية ناقصة لسبب هذه التجربة ما اكتملت على الآخر يعني بتشوفيون يعني بتشوفيون يعني معارضة بس بعد عند الفلسطيني هلأ عند الفلسطيني مستوى عالي ولذلك هذا الفلسطيني ما عنده شيء قدمه لا قضيته إلا دمه صح الكلفة عالية بس هذه الكلفة عم تحمي إنجازاته هو هيك عم بفكر تحمي إنجازاته وبتخلي الشخصية الوطنية قائمة هلأ أنا اللي بدي أحكيه هون حاول انه البعض عم يطلع يقول هول فلسطينية المسيحية هول فلسطينية قتلونا بالحرب وقتلوا خالي وقتلوا عمي وهذا الشيء هذا الشيء أنا كتير بحترمه هؤلاء الضحايا أنا كتير بحترم موتهم ولكن اللي عم بيقاتلوا اليوم في فلسطين هني غير المشكل اللي صار بلبنان المشكل اللي صار بلبنان هو جزء من المؤامرة ع هالبلاد متل المعركة اللي صارت بالأردن ما هي بالتسعة وستين صار حرب أهلية بالأردن بقيت من التسعة وستين لتنين وسبعين عم توجه لهم رسالة لا عم قول يعني عم تقلهم هلأ اللغة أنه بلا كل ما حرب أهلية يعني مثل ما هوديك قتلوا ما صار فيه قتل مضاد ومجازر ومجازر مضاد جينا على التسعين الطرف الوحيد بلبنان أول واحد اعتذر عن الحرب أني الفلسطيني منظمة التحرير اثنين علاقات منظمة التحرير والفلسطينية عموما بكل القوى المسيحية بعد الحرب ممتازة بس البعض ما شفتي غالية وأكتر من هيك شفنا أنتوان زهرة عمين ما عمين عم يحكوا ما عمين عم يحكوا شو نحن بلا بلا عقل وبلا زاكرة لك ما شفنا أنتوان زهرة بغزة ما شفتي بالألفين وحدى عشر والتقوا بقيادات حماس فهيدي يعني مين أنتوان زهرة يعني القوات يعني اليمين المسيحي اللي كان عامل معركي مع الفلسطينية مع سيس صلحته تعسين أنه بهذه الفترة تمت المصالحة وهبت المصالحة يعني لا يروح أنتوان زهرة بما يرمز إليه تحديدا أنتوان زهرة يعني أنتوان زهرة مش تفصيل أنه والله جورج عقاية أنتوان زهرة مش جورج عقاية عم ترجع لما يمثل كان بالحرب اللبنانية مقاتل الزلمي ضابط كان بالقوات ومقاتل وأنا يعني بعرف أولاً على فكرة أنتوان زهرة كان يساري بالسبعينات بالمناسبة بس بعد الاندلاع الحرب قلوك أه البلد ما البلد ما حدا بيعرف في ذلك كان يساري بعد اندلاع الحرب المجتمع المسيحي بما فيه بعض اليسار رحوا مع حزب الكتاب طيب إذا أنتوان زهرة والقوات اتصالحوا مع الفلسطيني وراحوا على غزة عشو عم تنبشلي اليوم قبور أنا أرفض مجزرة الضمور وأترحم على شهداء مثل ما برفض مجزرة تل الزعتر وأترحم على شهداء هاي صفحة بنا نطوية الأدم المسيحي هو دم لبناني بيعنيلي مثل ما بيعنيلي أي دم لبناني آخر والدم الفلسطيني هو دم شعب متهد مظلوم وأكيد غلط يعني أكيد الفلسطيني بلبنان غلط شو هو كل الفلسطيني اللي يجوا على لبنان كالرanciالا يعني يعني هني اللي يجوا على لبنان كلهم ما في منهم بيغلطوا وعندهم أخطاء عادي هوا بشر عادي بس المجازر اللي هلأ عم بتصير بغزة بحق الكلام لازم كلنا نرطقي وما نروح ننبوش أيوة معظم الشعب اللبناني 100% تمقول كل الشعب اللبناني 90% وأنا أكيد أنه هذا الحس الإنساني أكيد أقل الإيمان يكون موجود معادي قتاني قبل ما روح وشغلة تانية كمان أنه يا خي هاي السفارة الأمريكية مش بأنتلياس خلص أنا بالألفان ألفان واثنان بس اكتشفت أنه نحن بنوقف بعد 3 كم عن السفارة الأمريكية أحبطت وبطلت روحة ولا مظاهرة أنا عضيت حياتي تظاهروني بالنهاية هل أزيوا لبنانية بهذا المظاهرة أنه هاي يعني هوا الشباب اللي بدون ننزلوا بالضبط أنه أنتو يا شباب بكن تنزلوا تتضامنوا مع إخواننا الفلسطينية عراسي وعيني بس مش هيك ولكن هول اللي بأنتلياس مطرح ما بتوقفوا هاو مش أمريكان هاو لبنانية وهو كلهم متعاطفين مع الأطفال اللي عم بيستشهدوا بغزي فلا بكن تخسروا فلسطين وأنتم متعاطفون مع العضية الفلسطينية لابكن تخسروها متعاطفين هاي دل شكراً لكم